وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد كانت نهاردة حضرة وكان لها مؤتمر صحفي مهم وتصريحات مهمة علشان برضو نفهم ايه اللي بيتم ومسألة اللقاحات احنا عامين فيها ايه ومدى تأميننا من اللقاحات المختلفة فقالت وزيرة الصحة ان مصر اولا سجلت لقاح سينوفارم الصيني وجاري تسجيل ثلاث لقاحات تانين في هيئة الدواء المصرية وقالت برضو ان هيكون في خمس فئات هيتم تطعمهم بشكل تدريجي زي منقول لحضرتكم بالتواقم الطبية في العزل والفرز وبعدين كبار السن وبعدين اصحاب الامراض المزمنة وصولا بقى لقى الاشخاص العاديين بالنسبة لقى التطعمات ومدى امنها فاكدت الوزيرة طبعا ان التطعمات امنة وممكن احنا كنا حتى بنستعجل بنقول ليه مدام اللقاحات وصلت لنا مع اول جرعة ليه ما نبتش التلقيح او تطعيم على طول فكان الرد اللي تقلنا انه لا لازم بيكون في اجراءات ودراسات ويكون برضو تجارب اكلينيكية علشان نتأكد من مدى فعالية اللقاحات اللي قمنا بالفعل باستلامها فقالت الوزيرة في النقطة دي ان الدراسات اللي قاموا بيها اثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86% وانه نجح ان هو يولد اجسام مضادة وصلت ل99% وانه كمان اللقاح ده قادر على ان هو يمنع ان يبقى فيه اي اصابات متوسطة او عنيفة بنسبة 100%